ليه الفترة اللي جاية اكيد في راحة سلبية مفيش مباراة رسمية كولر هيتعامل ازاي الفترة اللي جاية كريم مساء الفل عليك كل التحية لك زميل العزيز محمد سعيد والتحية موصولة ايضا لكابتن الكابتن اسامة حسني وزميلة العزيز صبعا مريم سميح يعني زي ما انت قلتها محمد في البداية بنقول هارض لك اكيد للنادي الاهلي لمباراة الامس لكن يعني باللغة الكرة توقيت جيد ان انت تراجع حساباتك فيه مباراة في بطولة الدور العام تبدأ خلاص المرحلة القادمة يكون في توقف دولي فان شاء الله بإذن الله يعني مجهود كبير ان شاء الله منتظرينه من كولر وملاعبة النادي الاهلي تصحيح الاخطاء بشكل كبير لكن الامور بالنسبة لنا صعبة لان انت عندك عدد كبير يا محمد كابتن اسامة للمنتخب عشر لعبين وايضا كمان لعيب المنتخب الولمبي النهاردة يمكن شكل التدريب يعني سبع تمام لعيبة اللي متوجدين فقط لغير كل لعيبة طبعا لزهبة للمنتخب خلاص انضمت يمكن مودس النهاردة يمكن قدى الريكافر العادي طبعا النهاردة بعد المبرال والشغل المعتاد لكن الجرعة التدريبية كان عادة كاملة لكل المجموعة اللي طبعا مشاركتش وكانت خارج القائمة كل دي النهاردة يمكن مستر كولر اجتمع بهم في البداية امور طبعا عديدة جدا نتكلم معهم في اهمية المرحلة القادمة عندنا يعني غدا وبعد غدا محمد كابتن اسامة يكون تدريبات مستمرة بعد الفطار 9 ونص لكن من يوم السبت ان شاء الله بإذن الله يكون الراحل المعتادة او الراحل اللي اكد عليها كابتن خالد بيبو مدير الكرة من 4 ل 5 ل 6 ايام ممكن تمتد الاسبوع لكن بدايتها تكون 4 ايام هي مرحلة تكون لالتقاط الانفاس بشكل كبير جدا بالنادي الاعلي وعندنا امل كبير ان شاء الله بإذن الله في كل نجومنا اللي موجودة في منتخبنا الوطني اللي هو بتتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني لكن زي ما اولاك النهاردة التدريب ما كانش فيه جرع تدريبية قوية او فيها تكتك على قد ما هي كانت امور كلها فيها مربعات بالكرة امور عديدة جدا لكن بننتظر بقى يعني الدعم بالنسبة للأفراد بالنسبة طبعا عدد من نشئين ممكن يكون متواجد تدريبتين طبعا غدا وبعد غد لكن الامور بالنسبة لعيبة النادي الاعلي خلاص هو استيعاب الامر ودرس خلاص لابد ان احنا نتعلم منه ده ممكن قال عليه ميستر كولر اعترافه في المؤتمر الصحفي بامور عديدة جدا تكتكية كل الامور دي الحقيقة بيكون مهمة جدا للعبين عشان لاستفادة الايام القادمة والمبارات القادمة مش عايزين الامور دي يا محمد يا كابتن اسامة كانت تحدث فيه مباراة في افريقيا او مباراة سيمبة تحديدا كويس انها جات في هذا الامر لكن ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاعلي كعادته طبعا في التركيز الكبير اللي المنتظرين منه لان هو الحلم الكبير هي البطولة الافريقية بعد الراحة فيه تحدي كبير فيه مباراة عديدة فيه تلاحم كبير جدا لمباراة لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقة كالعادة في كل لعيبة النادي الاعلي وايضا كمان الجهاز الفني كريم احنا بنشكرك بالتأكيد على عزيز المتابع وعزيز تغطية الخاصة جدا من مقر النادي الاعلي بالجزيرة تغطية مهمة جدا فقرة اخبارية وحوارية لكن دلوقتي مهمة جدا نخرج لفاصل وبعد الفاصل معانا نجم كبير لتاريخ كبير وطويل وعريض واحد القامات المهمة في خاطة دفاع النادي الاعلي ومنتخب مصر كابتن ماير همام معانا بعد الفاصل في برنامج الاهلي في رمضان